رؤية العقرب في المنام له العديد من التفسيرات المحتملة عند رؤيته في الحلم والعقرب من الحشرات المؤذية التي يسبب رؤيتها في الواقع أو الحلم كثير من الفزع والخوف الكبار والصغار فرؤية العقرب في المنام كثيرا ما تشير إلى البلاء والهم أو الأعداء والحاسدين الحالم إذا رأى العقرب في المنام فإن الحلم قد يشير إلى وجود كثير من الهم والغم في حياة الحالم وزيادة البلاء والكرب الذي يعاني منه ولا يجد له مخرجا قريبا الفتاة العزباء إذا رأت الحشر وهي تدخل بيتها فقد يشير ذلك إلى خاطب لا توافق عليه ولا ترتاح إليه بينما رؤية الكثير من العقارب في البيت قد يشير إلى وجود صديقات غير الصالحات والفاسدات في حياة الفتاة رؤية المتزوجة في المنام العقرب في بيتها قد يشير إلى وجود نساء الأعداء لها من الأصحاب والجيران كما قد يشير الحلم إلى أنها تسمح بدخول الفاسدات إلى بيتها الحامل قد ترى الحشر في المنام وهو الحلم الذي يحمل عديد من التفسيرات التي يمكن التعرف عليها فرؤية الحامل في المنام العقرب قد يشير إلى عدم الشعور بالراحة وإحساس الحامل بالخوف والتوتر بسبب الحمل الحالم إذا رأى العقرب في المنام فقد يشير الحلم إلى وجود أحد الأقارب الذي يمشي بالنميمة ويطلب الضرر للرأي فإذا أحرقه بالنار في الحلم فهذا يدل على موت عدو الحالم العقرب في المنام يشير إلى الهم والغم الذي يقاربه الحالم والعقرب يشير إلى الرجل النمام الذي يفسد بين الناس وموت العقرب في الحلم دليل على موت عدو الحالم الحالم إذا رأى العقارب الكثير في المنام فقد يعني الحالم وجود أعداء قليلة حيل الذين لا يضرون الحالم وقتلهم يشير إلى الانتظار الحالم عندما يرى العقرب الأسود في المنام فهذا يشير إلى تعرضه للضرر الكبير والبلاء من جهة أحد الأقارب أو الأصدقاء الحالم إذا كان يقتل العقارب في الحلم فقد يشير ذلك إلى الابتعاد عن الأقارب الذين لا يحبون الحالم أو يحسدونه ولا يحبون له الخير وهكذا نكون قد تعرفنا على رؤية العقرب في المنام بالنسبة للعزباء والمتزوجة والحالمين وتفسير الحلم عند النبول سيو ابن شاهين كما تعرفنا على تفسير ورؤية قتل العقرب في المنام